هذا السائل يقول هل يجوز الاحتفاظ بالحيوانات المحنطة للزينة بالنسبة الحيوانات المحنطة فهي لا تعامل معاملة الأصنام وإنما هي حيوانات حقيقية فهؤلاء لا يدخلون في اللعن للمصورين الذين يخلقونه كخلق الله المقصود هنا عند جماهير العلماء المقصود الصور والنحت ليست صور فوتوغرافية صور فوتوغرافية هذه ليست المقصودة هنا وإنما عند الجماهير يدخل في ذلك الرسم وما كان له ظل الذي هو التحف أما بالنسبة للحيوانات المحنطة لا مانع منها ويجوز اتخاذها وليست داخلة في النهي عن التصاوير لأن التصاوير شيء والتحنيط شيء آخر